لا تزال أزمة تدفق المياه السوداء في طبرق تلقي بظلالها على قاطن المدينة هذه المرة تأثير بالغ يطال محطة تحلية مياه البحر التي هي مصدر الشرب الوحيد في المدينة تأثير ناتج عن تلوث خليج المدينة بمياه الصرف الصحي نتج عنه تآكل في أغلب معدات المحطة بالرغم من تحذيرات الشركة المصنعة حذرت الشركة المصنعة شركة سيدم من أن وجود مادة الأمونية والتلوث في الخليج يأثر على سلامة المعدات بالنسبة لإنتاج المياه وجودة المياه المياه تخضع للتحاليل الكاملة الشهرية عندنا معدل تحاليل أسبوعي ومعدل شهري المياه بجودة عالية المياه صالحة للشرب بالنسبة 100% التلوث مسبب أضرار في المعدات فقط لا غير لم يلقى صوت السلطة المحلية في طبرق أذاناً مصغية من الجهات المختصة ما جعلها عاجزة تماماً عن تقديم أي حلول ولو بسيطة لهذه المحطة اليتيمة هذا حكومتنا لم تحرك ساكن ولا حركت ساكن البحر هذا كل ملوث والناس تصرف في مياه ملوثة نحن كبلدية ليس باستطاعتنا أي شيء قدمنا ما عندنا للدولة والدولة لم تنفذ بين مطرقة التلوث النفطي وسندان التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي تقع محطة طبرق لتحلية مياه المحر ضحية إهمال الجهات المسؤولة في الدولة محطة لم تلقى أي عمرة جسيمة منذ إنشائها قبل عقدين عمرة تجدد معداتها وترفع قدراتها لتغطية ما تحتاجه المدينة وقاطنها من مياه